أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشغنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب فالصلا والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر صلى الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر صلى الله عليه وقد فصل لكم وما حرم عليكم الله ما ضطرتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجسون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لبذكر صلى الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إذا أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموه منكم لمشركون أولا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارجهم منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن أمن حتى نؤتى بالسباء ترسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذابهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشرين قد استكثرتهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمدع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجدرنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم معليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجنرين سلم يأتيكم رسولهم منكم يقصون عليكم آياتي ينذرونكم لقايا وقالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلكا القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذري يدقى من آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عاملون فسابت تعلمون من تقوم له عاقب الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل من الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل ولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء زعمهم أنعام حر من ظهورها وأنعام لا يذكر نسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه أنعام خالصة لذكرنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميت تاكفهم فيه شركاء سيجزيهم أصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها غير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيت والرمان متشابه وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمرات حقه يوم حصاده ولا تستفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قل آه الذكرين حرم أم الأمثيين أم ما اشتملت عليه أرحم الأمثيين نبئوني بعلم لنكمكم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آه الذكرين حرم من الأمثيين أم ما اشتملت عليه أرحم الأمثيين أم كنتم شهداء إلى الصاقب الله بهذا فمن أظل ممن افترى على الله كذبا لظل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة ودمان مسروحا أو لحم خينزير فإنه الرجس نفسق نوه إلا لغير الله به فما أني ذكر وغير باغي ولا عيد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هاد حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغرم حرمنا عليهم شحورهما إلا ما حمل ظهورهما بالحوايا أو مختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجدمين سيقود الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون اللذر وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالرة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين اشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هو الذين قذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم من لا تشهدوا به شيئا ومن والدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أيهم ولا تقرأوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكين الميزان بالقصط لا نكلف نفسا لله وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم أما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما من عدى الذي يحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل الله باركم فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائبتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أمزل عليهم الكتاب لكون أهدا منهم فقد جاكم بينتهم من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن عملت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره من الله ثم ربهم بما كان يفعلون ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيد فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يزلمون قل إنني هداني ربي لا سراطي مستقيم دينا قياما من لتبراهما حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك من تنوى المسلمين قل لغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الله عليها ولا تزر أزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فاق بعضهم درجات اللي يبليكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يقوم في صدرك حرجا من هدت ومجر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قضيتنا هلكناها فجاها بأسنا بياتنا وهم قائل فما كان دعواهم إذ جاهم بأسنا إلا أن قالوا إنكم ظلمين فلنسألن من الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصدن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزد يومئذ الحق فمن ثقلت ممعزينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موعزينه فأولئك الذين خسروا أنقصوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مط قال فاهبط منها فبع يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فلما أغويتني لأقعد أن لهم شراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شبائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لما انتبعك منهم الأمر أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكون من الظالمين فبسوس لهم الشيطان ليبدأ لهم ما أغودي عنهما من ثواتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فتت لهم أصواتهما أتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا للكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعضنا عدو ولكم في العدو مستقروا ومتعدنا حين قال فيها تحيون فيها تموتون منها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أيوار صواتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة ينز عنهما لباسهما لؤليهما صواتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله مرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة وقيموا وجهكم عند كل مسجد ودعوهم وخلصين له الدين كما أبدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تستروا إنه لا يحب المصدفين قل من حرم زينة الله الذي يخرج لعباده الطيبات من رزق قل هي للذي دامن في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغي بالحق وأن الشبود الله ما لبنزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخدون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أن لكم رسل من كل قصر عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاكم حزن والذين كذبوا في آياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب المار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبنا وكذب بآياته أولئك ينالكم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتم رسلون يطفونهم قالوا وإنما كنتم تدعون من دل قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن لنسف النار كلما دخلتهم تلعن تختها حتى إذا دارقوا فيها جميعا قال تقراكم لأولاكم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ودعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم يخراهم فما كان لكم علينا من فضلهم فذوقوا العذاب بما كنتم نقسمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا دخلون الجنة حتى يلجأ الجمر في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جغل مبهد ومن فاطم رواش وكذلك نجزي الظالمين والذين أمروا من الصالحات لا نكلف نفسا لله وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل بجر من تحتهم من نهار وقالوا الحمد لله الذي هدى من هذا ما كنا نرهتج لولا نهدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أغرستمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة الصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونظر جدوا بما عد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعبة الله على الظالمين الذين يصدون عنه سبيت الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل أمسهمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صدفت بصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحابنا على أصحاب الجنة النفيد علينا من الماء يومين نرزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا وغرتهم لحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقايا وماذا ما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب رص الله على علم الهدى ورحمة للقام يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه منه قبل قد جاءت بس ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والعرض في ستة ديام ثم استوى على العرش يغشل إلى النهار يطلبه حسيدا والشمس القمران نجر وسخراتهم بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تطرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قديق من المحسنين وهو الذي يغصر رياحة بشأن بين يدي رحمته حتى إذا قلنا السحابة أنسقناه لباديهم ميتين فأنزلنا به الماء فأخرنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبز لا يخرج إلا نكدا كذلك نصر لكل آيات لقوم يشكرون لقد رسلنا لحد لقومه فقال يا قومي عبد الله با لكم من الله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال المنو من قومه إنا نراك في ظلال مبين قال يا قومي ليست به ظلالة ولكن يرسلون من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبت من جاءكم ذكرون من ربكم على رجل منكم لينذركم ولكن تتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلقى ورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنكم كانوا قوما عمين وإلى عادل نخاهم هودا قال يا قومي عبد الله با لكم من الله غيره أفلا تتقون قال المنو الذي تكفروا من قومه إنا نراك في صفاة وإنا رسول لكم من الكاذبين قال يا قومي ليست بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم لسالات ربي وأنصح لكم من أصح للمين أو عجبت من جاءكم ذكرون من ربكم على رجل منكم أبلغم ذلكم وذكروا ذلك عليكم خلفاء من معدقى بنوحي وذاتك في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا للعبد الله وحده وذان ونذر ما كان لعبد آباغنا فأتنا بما تعيدنا إنكم بابن الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء مسميتمها أنتم آباغكم ما نزدى الله بك من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذي معه برحمة منا وقطعنا داب الذين قذبوا بآياتنا ما كانوا أمنين وإذا تموذقاكم الصالحا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بجنة من ربكم هذه عبد الله لك ضعيتان وظلوها لأكل فيها عبد الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادي وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مستدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منه تعلمون أن صالحان مرسلون من ربه قالوا إنا بما أؤصل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي أبنتم به كافرون فعقروا ما قتوا وعاتوا عنهم لربهم قالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الراجبة فأصفحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم قال يا قوم الأغداء ولقدكم رسالة ربي أنا صحت لك ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من حديد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قرية إنهم ناصحين يتطهرون فأنجيناه أهله إلا أمراده وكانت من الغابرين ولما كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانجرغي فكان على قبل المجرمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من الله غيره قد جاتكم بينة من ربكم فأوفل كيد المنسان ولا تبغسوا الناس الشياكما لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراطين دوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إيقاتم قليلا فكثعكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم أعمر بالذي رسول به طائفة لم أمنوا فاسبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله الرحيم اشتركوا في القناة